الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة موعد مجاز إخباري جديد معلمية فضلين شكرا مننا الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرنيتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمشاركة الحالية للرئيس البرازيلي المنتخب لولا دي سيلفا في قمة المناخ بشرم الشيخ جاء ذلك خلال الاتصال الذي طلقاه الرئيس السيسي من الرئيس البرازيلي حيث صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أكد اعتزاز مصر بالعلاقات المتميزة التي تربطها بالبرازيل معربا عن التطلع للعمل المشترك مع الرئيس دي سيلفا لتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين من جانبه أعرب دي سيلفا عن تقديره لما يجمع بين البلدين الصديقين من روابط متينة مشيدا بما حققته مصر خلال السنوات الماضية من تقدم ملموس على صعيد الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة مع التأكيد على حرصه على الحضور إلى مصر تلبية لدعوة الرئيس السيسي للمشاركة في القمة العالمية للمناخ كوب 27 بشرم الشيخ وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأعداد دراسات متكاملة لانتقاء أفضل أنواع الزراعات والمحاصيل بما يساعد على ترشيد استهلاك المياه والاستفادات القصوى من كل مصادرها المتاحة بالدولة جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي لمتابعة الموقف المائي لمشروعات استصلاح الأراضي خاصة في منطقة تشكا بجنوب الوادي حيث أوجه الرئيس السيسي باستمرار الآليات القائمة لتعظيم الاستفادة من مصادر المياه وفق استراتيجية الدولة الشاملة وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع في هذا الإطار على حجم الأعمال الحالية في مختلف مشروعات استصلاح الأراضي الصحراوية بما فيها مناطق تشكا والعوينات ومشروع الدلت الجديدة ومستقبل مصر قالت وزارة الخارجية البولندية إن صاروخا سقط في قرية بولندية قريبة من حدود أوكرانيا وأوقع قتلين يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه الرئيس البولندي أندريا دودا إن بلاده ليس لديها أي دليل ملموس حول من أطلق الصاروخ الذي تسبب في الانفجار مرجحا أن يكون صاروخا روسيا الصنع من ناحية أخرى قال المتحدث باسم الكراملين ديمتري بيسكوف إن ليس لديه معلومات عن وقوع انفجار بإحدى القرى البولندية القريبة من حدود أوكرانيا جاء ذلك في الوقت الذي نفت فيه وزارة الدفاع الروسية تعرض بولندا لضربة بصواريخ روسية قالت المتحدثة باسم حلف شمال الأطلنطية وانا لونجيسكو إن الأمين العام للحلف يانسا ستولتنبرغ يعتزم عقد اكتماعا الطارئ اليوم لمندوب دول الناتو لبحث حادث سقوط صواريخ في قرية بولندية قريبة من حدود أوكرانيا وأضافت المتحدثة باسم الحلف أن الأمين العام سوف يترأس اكتماعا طارئا لمندوب الدول الأعضاء لدى الناتو لبحث هذا الحادث الذي وصفته بالمأساوية أعلن الرئيس الأوكراني بلودمير زلنيسكي أن التغذية بالطيار الكهربائي عادت إلى ثمانية ملايين مستهلك بعد انقطاع جراء ضربات روسية وأضاف زلنيسكي أن الطيار الكهربائي انقطع عن نحو عشرة ملايين أوكرانية بينما عادت التغذية إلى ثمانية ملايين مستهلك مشيرا إلى أن عمليات إصلاح الشبكة ستستمر رياضيا تواصل المنتخبات حول العالم استعدادتها للمشاركة في منافسات كأس العالم 2022 بخوض مباريات ودية وفي أبرز المواجهات الودية اليوم يلتقي المنتخب السعودية مع نظيره الكرواتية بينما يواجه المنتخب الإماراتي نظيره الأرجنتيني وتلتقي عمان مع ألمانيا في حين تواجه إيطاليا منتخب ألبانيا أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم استبعاد لاعب المنتخب كريستوفر نيكوونكو من قائمتها التي سيخوض بها نهايات النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2022 وأشهر الاتحاد الفرنسي إلى أن استبعاده يأتي بعد تعرضه للإصابة خلال تدريبات منتخب بلاده انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباحة خيريا مصر بعد الفاصل